مع إياد دهماني لتوفروا زوز شروط اللي هما اللولة أنه تولي القيم اللي قائم عليها النظام العالمي هذيك الناس اللي قاعدين يحكموا ما عادش مقتنعين بها وما عادش يدافع عليها والجنب الثاني هو تغيير ولا تغير موازين القوى على المستوى الدولي اليوم كيشوفوا العالم ساعة عن انطباع أنه فما معانتها العالم يعاني من نوع من الاكتئاب الدولي خاصة مع الكورونا مع الحرب في أوكرانيا مع حرب الإبادة الجماعية ضد غزة مع التوتر في العلاقات الدولية مع بؤر التوتر كسوا في إفريقيا في البحر الأحمر في أمريكا اللاتينية في آسيا هذي كل يعطي مؤشرات أنه فما تغييرات جاية ونعرفوا أنه التغيير شو معتها تغييرات جاية؟ والا التغيير في نظام العالمي مش حاجة تصير بين الليلة تنضعها تقوم مغدوة أسباح تلقى عالم جديد لا تصير التغييرات على مستوى القواعد اللي تحكم العلاقات الدولية هذا معناتها فما حاجات أحداث اللي كيف تصير تطلق مسار متع تغيير ناخدوا إيجامبل مثلا كيف سقط جدار برلين ما كانش سقطت أنه في نوفمبر على ما نذكر مش نهار 10 نوفمبر قمنا لقينا عالم جديد ولكن مع سقوط جدار برلين بداية العالم يتغير اللي وصلنا للمشهد السياسي الدولي العالمي اللي احنا فيه عام 2024 ينجم يكون محدد خاصة بالنسبة إلى أربعة أحداث كبرى فما الحرب على غزة ولكليفاج اللي عملته في المشهد السياسي العالمي اللي قاعدين نشوفوا أنه تقريبا ولا فيها عزلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال من جهة وبقية العالم بدرجات متفاوتة من جهة أخرى فما الحرب في أوكرانيا اللي هي مربطة زادة بأحداث أخرى ترون نرجعولها فما الانتخابات الأوروبية الانتخابات معتلزيليكسيون أوروبيين في الاتحاد الأوروبي اللي هما ينتخبوا أعضاء البرلمان الأوروبي وفما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية كنا نبدأوا بالانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية تونا نلقاوا أنه تنجم تكون عنصر محدد معتل درجة كبيرة نظرا إلى أنه اليوم القوة العظمى في النظام العالمي السائل اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية هنا شنو اللي بشي غير أولا انتخاب ترامب يعكس حالة من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي شفناها في الفترة الرئاسية لولا امتاعه شفناها بالأحداث اللي صارت في انتخابات 2020 ولي صار في الكونغرس وحالة الانقسام هذيك إيه سلطولي هي تكشف حالة من الانقسام داخل المجتمع بغض النظر على الطبقة السياسية لأنه فما موضوع العلاقات الدولية نعرف اللي ترامب ضد الحرب في أوكرانيا نعرف اللي ترامب موقف من روسيا مختلف تماما على موقف الديمقراطيين نعرف اللي ترامب موقف عدائي تجاه الصين ولكن فما قضايا مجتمعية فما قضايا داخل أمريكا فيما يتعلق بالمهاجرين اللي عنده خطاب معادي للمهاجرين اللي يختلف على الخطاب التقليدي في أمريكا اللي هي بلاد متاع مهاجرين أساسا هذا جانب فما الجانب المجتمعي مسئلة زواج المثليين مسئلة العنصرية مسئلة السود مسئلة الأقليات مسئلة الموقف من المسلمين مسئلة الموقف من المهاجرين من أمريكا اللاتينية هذا كله يحمل مؤشرات متاع انقسام إضافة إلى الموقف متع ترامب المعادي للنخب الأمريكية المعادي للإعلام الأمريكي المعادي للإستابليشمنت أو النظام القائم في أمريكا الشيء اللي هدد بين أنستابليتي في أمريكا ولكن سورتو بمواقف دولية خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا يعني بارشا يقول وراه انتصار ترامب يعني هزيمة أوكرانيا وانتصار بوتين هذا يكون عنده تأثير كبير انتصار ترامب ينجم يؤدي إلى تصعيد التوتر مع الصين نذكره لهو كان في حرب تجارية مع الصين وقت كان الرئيس دونك ديجا الأزمة الداخلية الأمريكية وبالتالي أزمة الدولة العظمى الأولى باش يكون عندها تأثير على العالم ما بعد الانتخابات الرئيسية هذا جنب الجنب الثاني الاتحاد الأوروبي وصعود اليمين المتطرف اللي هو بده من مدة شفناه في فرنسا مع السكار متعمرين لوبين شفناه في إيطاليا مع السكار متعملوني شفناه مؤخرا في الانتخابات في هولندا وفوز اليمين المتطرف صعود اليمين المتطرف تقريبا في كل الانتخابات اللي قاعدة تصير في أوروبا هذا يشنوه يعني؟ خلينا نبدأ بالمستوى الدولي هذا يعني الدعم لأوكرانيا سيتراجع وبالتالي ينجم يؤدي إلى هزيمة أوكرانيا وانتصار بوتين على الجانب الداخلي زاد كيف كيف باش يخلق أزمة داخلية لأنه أغلب أحزاب اليمين المتطرف هي عندها مرجعية فاشية نعرف أنه نظام العالمي اللي قام بعد الحرب العالمية الثانية قام على معادات النازية والفاشية اليوم عودة التيارات هذية معادات المسلمين أو الإسلاموفوبيا معادات المهاجرين العنصرية هذا يزاد بكله باش يتحدد يمكن فما معطى تغير هو أنه من اللي كانت أحزاب اليمين المتطرف في العشرينات والثينات من القرن العشرين معادية للسامية أصبحت أحزاب اليمين المتطرف مسامدة للاحتلال الصهيوني هذا يزاد باش يكون عنده تغيير كبير على الجانب الدولي دوق فما حاجتين هناك نرجع وأحنا الكلام بتاع كيسنجر اللي حكينا عليه أمين نلقاه أنه منظومة القيم اللي قام عليها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ومشي خطوات أخرى بعد سقوط الانتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة منظومة القيم هذه قاعدة تتفكك سواء بانتصار ترامب في أمريكا أو بانتصار اليمين المتطرف في أوروبا دوق دجاه هذية معطى من معطيات تغيير النظام العالمي المتوفر والمعطى الثاني اللي هو تغيير موازين القوى نعرف أنه إذا صار انتصار لبوتين في أوكرانيا فإنه بشي يكون مؤشر كبير على تغيير موازين القوى في العالم مع الصعود الهدأ للصين كقوة اقتصادية ولكن أيضا كقوة عسكرية وتكنولوجية عادة ما حكيوش على الصين كقوة عسكرية ولكن من أقوى جيوش في العالم وعندها من التكنولوجيا وعدد الجنود والقدرات والسلاح والعتاد ما يخليها من أقوى الجيوش في العالم وبالتالي بيش تلعب بالدور مهم زادة كيف كيف الصعود بتاع الاقتصاد الصيني منش أتركش الرأي في هذا إياد إنو الصين قوة عسكرية الجيوش تقاس بالحروب اللي تودية مش بقدرش من دبابة عندك صحيح هذي في تاريخها لم تساهم لا في الحرب العالمية ولا في الحرب العالمية الثانية لخضت حروب كبيرة بالعكس تكنت مستعمرة من طرف اليابان اليابان يصغر منها مجيش محافظة صغيرة لكن اليوم كنشوفوا معناتها اللامانتي عن فارس متاع الصين اللي واحد من الموتور متاعها هو الكلام اللي تحكي فيه الصين عاشت الاحتلال الياباني كأيهانة كبيرة ومن الحاجات اللي خلاتهم يكونوا حريصين هو اليوم مسئلت إنو استرجاع القوة يا ما معنش حقيقة قدرات الصين عسكرية ما نعرفوهش السور الاتيران ما نجرب نهيش ولكن على الأرقام اليوم كنشوفوا التقارير الأمريكي والأوروبية كلهم عندهم مخاوف من أي مواجهة عسكرية مع أي ولي تبرير معنات قاعدين اللوجو فيه التبريرات بالشاقة صدق النجمي من الحاجات اللي تنسب هذا يا أمين هو إنو اليوم موازين القوة نعرفوه الصين قوة نووية نعرفوه روسيا قوة نووية نعرفوه في أوروبا فما قوة نووية أمريكا قوة نووية يخلي إنو كوريا معارك كوريا بحث أنت في ذلك كل حكيت فما حاجة أخرى مهمة إنو كوريا قاعدة تعم في شوفمون كوريا الجنوبية بيدعم من جسمه بيدعم من صين روي أكبر دعم لكوريا الشمالية هو صين إنو الأكيد إنو المعارك متاع المستقبل وإلا النظام العالمي ما هوش بش يقوم بعد حرب كما صار بعد الحرب العالمية الثانية علي شمين على خاطر السلاح النووي اللي تملكه تقريبا كل الأطراف الفاعلة يخلي إنو أي حرب مقبلة راي تنجم تكون نهاية البشرية هذك عليش النظام العالمي جديد بش يكون عندو نوتر فارم يصورتو من الحاجات اللي تخلينا نخمو فيها نجم نتناقشو شوية نجم نختلف معاك شوية بعد إذنك بيصور إنو تاريخ الإنسانية من لول توا أي تغيير كبير شهده العالم كان بحرب ما كانش ما كانش بطرق سلمية من روما وانتي جاي أي حضارة كبيرة تتعاش بالحروب أنا في هذي موافق لا موافق تماما أمين لا والله بش نبدل لوردر وانديال لا هاو بش نقول لك وين موافقك وين نختلف معاك موافقك في إنو مهيش بش تكون حرب بين القواء العظمى مباشرة على خطر بش تكون حروب موازية في مناطق أخرى وللأسف بش تكون يا أما في أفريقيا يا أما في دول أخرى في آسيا ولكن مش مواجهة مباشرة كما أنا أعطيك إنكزامبل إيش نعمل قراءة وين تنجم وين تنجم مثلا كتوفنتي الخليطة وين تنجم تلك الموجودين وين تنجم تلك البعضة اليوم هي معناتها عمليا هي حرب بين روسيا وأوكرانيا ولكن بالفعل هي حرب بين أوروبا وأمريكا وروسيا دونك بش تكون حروب مشاكلة هذي إلي ما هيش مواجهة مباشرة أريد مرهونا في شنين مرهونا في ميسيل غالط تضرب نووي تضرب مفاعل نووي لا أريدك مشينا فيها زيزي مواجهة مرهونا مرهونا في معارش أنا ميسيل غالط مشيال إيران ربي قدر الخير يا مرهونا إياد ما نحنا اليوم ما نحنا في وضعية هذا كوريا ما تعرفش علي قام صباح ما شربش قلوتو عمال لكي يضرب بصاروخ نووي معارش وين ضرب اليابان ولا تايوان ولا اللي هو ولا كوريا الجنوبية بتخنى فيها ما تحس اللي مرهونا في حاجة صغيرة ما زاد بشو تخروح حرب ساي هذا شح ليش اليوم اللي واضح كل المؤشرات تعطي إنه العالم على باب تغييرات كبرى اللي يأما يتم استباقها باش ما نوصلوش للسيناريو اللي تحكى ليه يأما إذا ما تمش استباقها فإنه بش نمشيوا للسيناريو معذ النظريات تقول اللي هذا حتمي معتا هذي أمور حتمية هذا المصير العادي للإنسانية وللتاريخ الإنسانية إنه جاي حرب كاوسبو يقولك بعض الحرب العالمية لولو ومقاسي الحرب العالمية لولو التي ما زادوش عشرين سنين ولا ثلاثين سنين وعودوا حرب أخر حرب عالمية أخرى مرة هذي قولك هاي طاولت شوية كمي معتا هذيك عليش قتل كبير ربي يقدر خير لي لي هل تتفق مع هذه النظرية ثم مخاوف كبيرة يسر من هذي إنه بيسر مش غدوة ولا بعد غدوة ولكن إذا عرفش عليها وقتها ولكن إذا تتكرر شوف نغلو السيناريو اللي انطلقنا منه إذا يطلع ترامب في أمريكا ويطلعوا قوى اليمين المتطرف في أوروبا وتصير استفزاز للصين وإلى الروسيا بطريقة مهينة للدول هذي فهنو مشين في السيناريو اللي تحكي فيهن ما نصورش أنا الصين وحدها بيش تقبل إنها تكون في حرب موغي بتاريخها اللي ما عنده فيه حتى حرب معتا كان معها روسيا والطمانة وتنجم تباها بعد معتا روسيا متنع تنجم تعمل ذا دي ما تعمل فيه دي التاريخ معروف بهذا تشجح أنا معاك أنا معاك ودخلوا ودخلوا أنا معاك قد قد قول أدخلهم في بليش معتا عادي هذا ينجم يحصل لنك الصين ما نصورش كان عندهم من الغاباء السياسي بشي خلوا يدخلوا في حرب مع الغرب وحده لا أنا نصور صين لن تدخل حرب إلا إذا أجبرت عليها إذا أجبرت عليها هما ما نصور أقتصادين أما فما مؤشرات رو توا عودة التهديد الصيني باسترجاع تايوان وبشكل كبير ومناورات عسكرية كبيرة يخلي إنه يقولك كما روسيا استرجعت الأقليم متعد دونباس كما إنه مثلا ثابتة في السياسة الصينية واضح يعطيك صحة إياد ربي بقى خير ربي بقى السلطة فين واربا وعشرين بصراحة ما نشعرف من بش ناجم يهز قلبي مش مرتحل والله معاش كان إحساس متبادل هذي ولا لي حتى مع سيدة المستمعين كل مرة تجرى غريبة تقول ما تكونش واحد ما كانش يحلم بها أصلا إنه ناجم يرأ حاجة كي معاك ولا تحصل كان واحد يحس سمعت هل العالم ماشي في ثنية أخرى إنه تاريخنا ماشي في ثنية أخرى ما معناش كان إحساسها ذي متبادل ولا بينا دجاء نحن هنا في السيديو والسيدة المستمعين معناش إياد ما عندكش إحساس لي فهمها دي برامتر تبدلوا برشا إي أنا مقتنع حسس ماشيني في ثنية ما عناش ما زالت ماهيش واضح إما ماهيش نفس ولا ماهيش نفس الثنية اللي عرفناها قبل واضح